اهلا ومرحبا صديقاتي واصدقائي حول العالم وفي الوطن العربي بالذات وإلى متابعي قناتي ومتابعي برنامج The Voice على قناة NBC أحب أشكركم شكر كبير على تواصلكم معه وعلى تعليقاتكم اللي بصراحة تخليني وتحثني دائما على أنه أعمل وأحاول ألبي طلباتكم يعني خاصة أكون كم ملاحظات فرح أحاول قدر الإمكان أنه أسويها وما زلنا في الحلقة الثالثة من العروض النهائية أو المباشرة ومن برنامج The Voice طبعا وهذا البرنامج خاص أو هذا الفيديو عفوا خاص بفريق سميرة سعيد اللي هو متكون من سندي لطي رضوان الأسمر ماهر سامي وكلارا عطالة ندخل مباشرة في هذه الحلقة من البرنامج وهذا الفريق من البرنامج ونأتي عند سندي لطي اللي غنت يا بدع الورد للعظيمة أسمهان وهذه الأغنية طبعا المقام الأساسي فيها هو البيات لكن أيضا فيها تشكيلة مقامية البيات اللي غنتها سندي كان بيات الرست أو على درجة الدو وأيضا كان في الأغنية مقام رست على درجة الفا بحسب ما غنت سندي وأيضا الحجاز على درجة الدو أو الرست طبعا وهذا اللون بصراحة اللي ناسب سندي لطي من البداية لأنه هي متمرسة عليه ومتشبعة ومعجونة به خاصة الحان بحسب ما قالت هي العملاق فريد الأطرش وهذه طبعا من الحان فريد الأطرش وكانكم ملاحظة في فيديو السابق قالوا أنه أنت تقول لازم تغني الكلاسيكي وهي سندي بنت عصرها نعم بنت عصرها لكن أنا كنت أتكلم عن الأغنية أغنية نانسي هذه ما تناسب سندي بمعنى أنه سندي ممكن تغني أغانية عصرية لكن بما يتناسب مع شخصيتها ووسع صوتها ما يصير نحجمها نعمل أغانية عصرية أو الملحنة اللي يجي يسوي إلى أغانية عصرية وهي تلحن ربما نفسها أغنية عصرية بكلمات عصرية وبتركيب اللحنية عصرية لكن بما يتناسب وشخصيتها لتشي الأغنية كانت خاصة بنانسي عجرم ونجحت فيها نانسي لكن مو معنى أي وحدة تغني أغاني نانسي لازم تنجح بيها لا إذن يرادلها التصميم ألحان خاص بقابليتها وتكون عصرية ولا تخلو من نفحة الأصالة طبعا شوفوا حتى لا نقول أنه أنا أظلم من البداية أنا أحب صوت سندي والأغنية بمجملها كانت رائعة لكن يبقى ولسبب ما هناك الكثير من التونات غير المنضبطة والخارجة عن سيطرة أو تركيز سندي يعني مثلا ركزوا لي على نهايات كل جملة من هذه الجملة كل كلمة word في هذه الجملة ومن سحر الوصف سكزوا لي على الوصف ويا جماله خلينا نسمعها ونرجع نتكلم دائما هناك ركوز غير منضبط لسبب ما ما أعرف مدى تسمع زين أو أكو مشكلة يعني أنا سامعة مثلا في فيديوهات تعزف على العود تكون منضبطة جدا وجرس صوتها لكن هنا لتنفلت الأمور من عدها اسمعوها عيدوا هذا المقطع واسمعوه عدة مرات رح تلقوا فيه كل كلمة word ويا جماله والوصف وفي كثير كلمات أخرى في دائما عدم ارتكاس صحيح على التون المراد أو الموجود أصلا في الأغنية مثلا فيه هويام أيضا خلينا نسمعها أنا قرأتها هويام كما هي بالفصحة لكن هي هيام غدتها أيضا كان فيها مشكلة أما الحجاس وصعود الرست بالانتقال إلى الرست الفاء أو الجهار فكانت جيدا جدا وممتازا خلونا نسمع نسمع الصعود إلى الحجاس رائع احترافية عالية في جزء رست الجهارقة وفي كلمة غرام كان هناك في السكوينس الصاعد مشكلة في لا سي لا سي يعني جملة لا سي لا سي النوتتين هذه حتى نحدد النوتات وبكلمة غرام وأيضا السكوينس النازل لم يكن يعني كله ترلات كما هو معروف بالأغنية يعني لازم يكون أكو ترلات لكن هنا ما كان في جزء من عنده صار أكو زحف أو كليساندو بدون وضعية الإترلات وهي متمكنة تقدر تسوي لكن لسبب ما ما صار هذا الشي أما نهاية غرام وتحديدا نغمة حرف الميم لم تكن مستقرة وأقرب إلى النشاز نسمع موسيقى 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 مع أنه صار هذا السكوينس اللي هو المفروض يكون ترلات ترلات لكن هذا السكوينس أيضاً بدايته غير راكزة ونهايته غير راكزة يعني عفون الكليساندو في هذا السكوينس كان بدايته غير مستقرة ونهايته غير في المقطع الإقاع الثلاثي في مقطع الإقاع الثلاثي والمعروف بEveal awan فالس هو اسم رقصها صممت على هذا الإقاع الثلاثي وسمية بإقاع الفالس نسبة إلى هذه الرقصة طبعا هو من أجمل المقاطع في هذه الأغنية لأنه هذا الإقاع الغربي يتركب على بعطقرية فرين الأطرش يتركب على مقام البيات يعني يكون فتشيء ساحر كان في أداء سندي الكثير من التشنج حقيقة مما أدى إلى أنفلات هذه التونات بمواقع مهمة من المقطع مثلا سمير المشتاق سمير المشتاق وإيضا رسول العشاء دعونا نسمعها رسول العشاء الثانية مول أولى رسول العشاء سمير المشتاق رسول العشاء سمير المشتاق رسول العشاء سمير المشتاق لكن بشكل عام كانت سندي جيدة جدا بغناء أغنية غير سهلة إطلاقا على الإطلاق فأهنية على هذا الأداء رغم وجود هذه الأفوات ننتقل إلى الزول السوداني الجميل ماهر سامي وغنى جلس للابرينث يعني حقيقة بالبداية لا أعرف ليش مصر ماهر أو مصرين المؤدين على هذا البرنامج أنه ماهر يغني غربي يا أخي هو عنده خزين وعنده أغاني خاصة بيه خلوه يغني خلوه يغني أشياء احنا ما سامعيها في منطقتنا عايشين في بيه احنا لسه ما مكتش فيها ما نعرفش فيها ما فيها فما أعرف يعني معقولة أنه ينطمر لون كامل فيه سبيل أنه هناك تغيير حتى يظهر أكو عندنا قابليات غنون غربي أو شي ما أعرف شنو هي يعني هي بس مجرد قضية تكميلية أو لكسر روتين الله أعلم ورغم موقفي طبعا أنا المعروف من الغناء الغربي حقيقة خاصة في The Voice Arab يعني هو بالخصوص في The Voice Arab لكن أقول دائما أن هناك مشاركون يغنون أغاني غربية بعيدة كل البعد عن انسيابية أو التعود على انسيابية الغناء في منطقتنا لكن هنا ماهر بصراحة اللي غناها كان فيها شيء من الانسيابية والأريحية واللي يفهم اللغة طبعا راح يشوف أنه الموضوع اللغة الإنجليزية للأغنية راح يشوف أنه الموضوع جدا جميل وبرومانسية عالية لذلك كانت الأغنية من هذه الناحية غير الأغاني اللي هي بيها قفزات صوتية وبيها نوع من الريستاتيف وبيها ألوان قد تكون حتى بعيدة عن دائقة المستمع وحتى غريبة عليه يعني ما سامع الكثير من الناس ما سامعين هذا الأسلوب الأغنية من سكيل الميجر غناها ماهر على درجة الري أي الري ميجر لا شك أن ماهر رائع كصوت وموهبة كبيرة لكني أرى أنه يعني كافي غربي وأظهروا يعني أكد علىنا الموضوع وأظهروا الجانب الآخر اللي يقدر يؤدي ماهر وبقوة اعتمد ماهر كثيرا على أسلوب إطالة النهايات بينما الأغنية الأصلية كان المقطع بنهايات جمل واضحة قطع ليش لأنه بصراحة أنا أشوف طبعا الأغنية الأصلية هي الأفضل لأنه الكلام هكذا يلقى خلي نسمع ماهر كيف غناه شفتوا؟ ذاك كان الإحساس أجمل حقيقة بس هذا الرجل متعود على هذا الغناء على إطلاق صوته على المدات يعني ماهر تأتكلم عنه فيبقى هذا الأسلوب موجود فليش من استثمر فيما يمتلك هو؟ ليش يعني؟ ظهرت مناطق اختل توازن الأداء فيها عند ماهر مما سبب ارتجاف لا إرادي حقيقة في صوته وهبوط بقوة الدفع خلونا نسمع مثال على ذلك ترجمة نانسي قنقر أتمنى تكون لاحظت وينك ارتجافات وعدم استقرارات راكزة بسبب أنه الأداء متشنج لكن مع هذا يبقى ماهر صوت جميل ورايع وأتمنى أن يأخذ فلسطة في الحلقات القادمة على الأقل في الحلقة القادمة لأنه بدأت تظهر التوقعات منه يمكن أن يتصدر الموقف بالحلقة المباشرة الأخيرة وإن شاء الله بلك أسوي فيديو على هذا الموضوع قبل الحلقة الأخيرة أو ربما بغدا أو يعني نأتي إلى رضوان الأسمر غنى كجزء أول هيلو هيلو لسيفكتشيو ستايل طبعا أغنية رومانية وهي من الأسلوب الروماني الشعبي بهذا الأسلوب بين القريبة أيضا يعني هي بين الروماني والمسادوني الغناء المسادونيان سونغس أو الغناء المسادوني والغناء الروماني الشعبي الموال اللي أدى أو الارتجالات اللي هي بالفعل موال كانت من مقام الكرد وهو من الأسكيلات بصراحة المستخدمة في هكذا غناء يعني في رومانيا في إسبانيا في بلغاريا في مسادونيا يستخدم يستخدم ودول أخرى يعني يستخدم مقام الكرد كثيرا غنى رضوان الموال من درجة لا أو الحسيني والحقيقة هذا الأسلوب في الغناء يليق وسهل على رضوان ليش رضوان من الأصوات اللي تعرف وبسهولة وباحترافية عالية كيف تترجم ما يتخيله من جمل عن طريق حنجرته ويطلقها إلى المستمع الخيال عنده واسع لكن الأهم من الخيال هناك ناس أدوم خيال واسع لكن ما يعرفون يترجمون هذا الخيال في رسام كويس يترجم هذا الخيال عن طريق ريشة يرسم بيها وفي ناس تتخيل لكن ما تعرف ترسمها نفس الشيء المطرب يتخيل أمور كثيرة لكن في كثير ناس يحاولون يعكسون ما يخيلوا أو يجسدوا بصوتهم يستطيعون أن يسووا جزء لكن رضوان لقابلية أن يسوي كل ما في خياله وطبعا يسمع كثير يعني هذا واضح من غناءه طريقة غناءه لكثير أساليب أنه يسمع كثيرا كثيرا وهذا أهم شيء في المطرب أنه يسمع أي شيء وكل شيء أدى الأغنية بجمال وإتقان وتمكن من لمسات شرقية تمكن من وضع لمسات شرقية بين يعني متراوحة بين العربي والتركي خلونا نسمعها في هذه الأغنية طبعا رغم أنه أصلا الأساس هو روماني لكن هناك لمسات عربية ولمسات تركية خلونا نسمعها موسيقى جميل جدا لكن في واحدة من الليل حدث يعني مشكلة حدث نشاز بسيط من كثرة الارتجالات طبعا وما أعرف يعني ربما الجو العام مو مشكلة كبيرة مع كل هذا الزخم القوي أنه تحدث هذه المشكلة مخفورة فخلي نسمعها مثلا حتى نتأكد جوزانا أكون غلطا لكن خلونا نسمعها واحدة من الليل نعم صحيح عند الدخول بالأغنية والتي هي من مقاون نهاوند وتحويلها جميلة جدا بين مقام الكرد إلى النهاوند ونهاوند كان أيضا على درجة اللا أو الحسيني يعني اللا ماينر كان الانتقار رائع وجميل وسلس ومبهج ومبهر أبدع رضوان وأضاف على الأغنية ثم على نفس السكيل والدرجة انتقل إلى أغنية يا حبيب القلب لعبد الصادق شقارة طبعا أداها أيضا باحترافية عالية وبجمال منطع النظر أنا عندي أغنية يا حبيب القلب لعبد الصادق شقارة هي الأقرب إلي والأجمل واللي أداها بصدق كأنما كل هذا أداها بسهولة لكن يظل اللون الخاص بيك وبتراثك وبفن بلدك يبقى كأنما أنت تتغني وأنت مستمتع ما محتاج أنه تفكر به كثير هذا أسلوبك هذا بيئتك هذا هوائك اللي تتنفس هذا ميك اللي تشربه أبدع رضوان كالعادة بأداء متناهي الدقة والجمال والحرافية والحمد لله أنه في The Voice في صوت مثل رضوان حتى إذا لم يصل إلى النهائي ولم يكن هو The Voice لكنه سند برنامج The Voice عبر حلقاته على طول البرنامج ثم بعد ذلك جاءت كلارا عطالله غنت أغنية Think Aretha Franklin تنتقل الأغنية بين سكيلات فا دياز ماينر ثم ترتفع نصف تون إلى جي ماينر أو سول ماينر ثم ترتفع نصف تون إلى سول دياز ماينر تركيبة جميلة تركيبة مقامية جميلة الحقيقة أن كلارا أدت الأغنية بشكل جميل لكن أنا هذه الأغاني مهما أركز عليها وأريد أحكم عليها بعلمية ومنطقية ربما رح تظهر لي أساليب أنا لست متعمق بها فليش أفتي في شيء أنا لست متعمق بها؟ أحيانا أشعر أن هذا الأداء فيه نشاز وفيه مبالغة بحيث دي يخرج عن التون أو دي يخرج عن المقامية أو حتى دي ينزل المستوى الأداء بحركات في الحنجرة نرفز الشخص لكن ربما إذا أعود وأتبحر بي وأسأل مختصين وأقرأ عنه وأتابع عن كثب رح يطلع هو هذا الأسلوب اللي أنا الآن لا أستطيع أن أتكلم عنه سوى أنني أقول أنه كان الصوت قوي وصوت ضراق وكان أكو عارض جميل على المسرح وأعتقد هذا يكفي بالنسبة لكلارة عطلة في الاختيار سميرة اختارت سندي وهي تستحق طبعا وبجدارة ثم لابد من وجود رضوان في البرنامج مثل ما قلت يعني هو حتى يعني للأسف أنا أتصور أنه رضوان ما راح يأخذ يعني راح أسوي فيديو عن هذا الموضوع باعتقاد الشخصي يعني لسبب راح أتكلم عنه لكن لابد من وجود رضوان في البرنامج إلى آخر لحظة وطبعا لابد من أن يكون أيضا ماهر موجود لأنه ماهر ما زال عنده أشياء كثيرة لم تطرح في البرنامج ولابد في هذه الحلقات الباقية القليلة أن يستثمر رضوان بشكل جميل وبشكل صحيح أما كلارة عطلة فأتمنى لها التوفيق وللجميع وأتمنى منكم أن تصبرون عليها لأنه المادة طويلة ولهذا أنا أطيل في الفيديو في كثير من المرات شكرا أصدقائي ولا تنسون اللي يتابعونا أول مرة أن يعملونا لايك سبسكرايب وأيضا تفعيل الجرس أشوفكم في فيديو قادم وأتمنى أعجبكم هذا الفيديو وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر